أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله إليكم الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة وخلال الثلاثة أيام القادم ستبقى الأجواء مستقرة هذه الليلة وحتى ظهر يوم غد الأربعاء التفاصيل بعد الفاصل شاهد الغزالين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل شركة جميل بستامي وأولاده وكلاء إطارات بريدج ستون وفاير ستون في المملكة حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري بايولاب كبسولات قهوة الإسبريسو الفاخرة بالميو أما بعد ظهر يوم الأربعاء فإن المملكة أو يقترب من شرق البحر المتوسط وبالتالي يقترب تأثيره من المملكة منخفض جوي هذا المنخفض الجوي تقريبا سيكون يتمركز ظهر يوم الأربعاء حول جزيرة قبرص هذا المنخفض الجوي حسب مقياس طقس العرب لشدة المنخفضات الجوية يصنف من الدرجة الثانية أي ما بين خفيف إلى متوسط وهذا المنخفض الجوي سيبدأ تأثيره على المملكة بعد ظهر يوم الأربعاء بيكون تأثير واضح بعد العصر لكن بالليل بيكون تأثير واضح كثير وأيضا هذا المنخفض الجوي بيكون مصعوب بكتلة هوائية باردة هذه الكتلة يكون تأثيرها واضح على المملكة يوم الخميس بإذن الله أما الأماكن أو كيف ستبدأ الأمطار من أي الأماكن بنلاحظ أن الأمطار بعد ظهر يوم الأربعاء وبعد العصر ستبدأ بالهطول في المناطق الشمالية في الليل تمتد إلى بعض المناطق الوسطى وأيضا بعض مناطق شمال جنوب المملكة وأيضا تستمر الأجواء باردة وغائمة وماطرة أحيانا الأمطار تكون أزيرة في المناطق الشمالية وبعض المناطق الوسطى قد تؤدي إلى حدوث ارتفاع لمنسوب المياه وجرايا السيول خاصة في الأماكن الأودية والمناطق المنخفضة يستمر الهطول يوم الخميس تبقى الأجواء باردة وغائمة وماطرة وبطرة انخفاض واضح على الحرارة لكن أيضا يوم الجمعة تميل الحرارة إلى الارتفاع لكن تبقى الأجواء باردة وغائمة وماطرة على فترات هذه الليلة الأحوال الجوية المتوقعة الأجواء ما بين صافية إلى أيضا باردة أو باردة نسبيا الصغرى تكون بحدود 7 درجات لكنها أعلى من معدلها في مثل هذا الوقت من السنة بدرجتين أن معدل درجة الحرارة الصغرى في مثل هذا الوقت من السنة هو 5 درجات مئوية الليلة منتوقع الصغرى تكون بحدود 7 درجات مئوية أحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة يوم غدين الأربعاء تبقى الأجواء تقريبا مستقرة ومشمسة حتى ظهر الغد بعد الظهر تبدأ الغيوم بالتكاثر في المناطق الشمالية بعد العصر تتكاثر في المناطق الوسطى ومن ثم بعد ذلك في المناطق الجنوبية لتصبح الأجواء يوم غدين غائمة جزئيا تقريبا بعد الظهر أيضا يطرق انخفاض قليل على درجات الحرارة توصل العظمى بحدود 12-13 درجة يعني حول المعدل لأنها اليوم وصلت العظمى بحدود 16-17 لكن غدا تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي وبالتالي توصل العظمى 12 الصغرى بتكون الأجواء باردة بالليل وغائمة وماطرة تقريبا في معظم مناطق المملكة الصغرى ثلاث درجات يوم الخميس بيكون تأثير الكتلة الهوائية الباردة واضح على كل أجزاء المملكة يطرق انخفاض ملموس وواضح وكبير على درجات الحرارة الأجواء باردة غائمة وماطرة بإذن الله العظمى بتكون 6 درجات والصغرى بحدود 3 درجات هناك احتمال بسيط يعني 20-30% لسقوط زخات خفيفة من الثلوج على قمم الجبال العالية مثل جبال الشراه وجبال العجلون لكن لا تشكل أي إعاقة للحياة الروتينية العادية وبتكون في أماكن محدودة ولفترة محدودة وليست مستمرة إنما لفترات محدودة يوم الجمعة تميل الحرارة إلى الارتفاع قليلا لكن تبقى الأجواء باردة وغائمة جزئيا وأيضا تسقط أمطار متفرقة بين الحين والآخر لكن الأمطار بتكون أخف شدي من يوم الخميس وسرعة الرياح أقل سرعة العظمى بتكون بحدود 9 درجات لكن تبقى أقل من المعدل أن معدل عظمى في مدينة عمان في مثل هذا الوقت من السنة معدل عظمى 13 يوم الجمعة نتوقع 9 درجات الجمعة ليلا أجواء غائمة جزئيا وباردة واحتمال تضعف فرصة هطول الأمطار لكن الصغرى بتكون بحدود 3 درجات مئوية وأيام على سبت والأحد إن شاء الله تميل الأجواء إلى الاستقرار وتميل درجات الحرارة إلى الارتفاع التدريجي الأحوال الجوية المتوقعة في مختلف مدن المملكة ودرجات الحرارة أيضا المتوقعة المناطق الشمالية إن شاء الله اعتبارا ظهر الغد تتكاثر القيوم بعد الظهر تصبح الأجواء غائمة جزئيا إلى غائمة وتسقط بعد الظهر والعصر والمساء زخات متفرقة من المطر العظمى فيه عجلون العظمى 14 والصغرى 5 جرش العظمى 15 والصغرى 6 المفرق العظمى 15 والصغرى 4 درجات مئوية لكن مع العصر والمساء والليل تشتد وتتحسن فرص الأمطار بإذن الله الأحوال الجوية المتوقعة للمناطق الوسطى مناطق الوسطى إن شاء الله تبقى الأجواء تقريبا مستقرة ومشمسة حتى الظهر بعد الظهر تتكاثر الغيوم بعد العصر إن شاء الله والمساء تتهيئ الفرصة لسقوط زخات رعدية من المطر في البلقاء ومأدبة وعمان وايضا احتمال في منطقة الزرقاء العظمى المتوقعة في البلقاء 14-4 وكذلك مأدبة 14-4 عمان العظمى 12 والصغرى 3 البحر الميت العظمى 22 والصغرى 13 في الزرقاء 15-6 بدرجات مئوية أما المناطق الجنوبية المناطق الجنوبية تبقى الأجواء مشمسة بعد الظهر والعصر تصبح غائمة جزئيا فرصة ضعيفة بالليل لسقوط بعض الأمطار في المناطق الشمالية من المناطق الجنوبية العظمى 13 والصغرى 4 في الطفيل العظمى 13 والصغرى 3 الشبك العظمى 12 والصغرى 0 في إمعان العظمى 15 والصغرى 0 في العقبة 23 إلى 9 درجات مئوية أما المناطق الشرقية من المملكة في المناطق الشرقية تقريبا الأجواء تتحول بعد الظهر إلى غائمة جزئيا درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العظمى لكن الخميس يكون فيه انخفاض واضح على درجات الحرارة الأزرق العظمى 18 والصغرى 4 في الصفاوة العظمى 18 والصغرى 3 في الرويشد العظمى 20 والصغرى 4 درجات مئوية أعزائي المشاهدين نتمنى الجميع أوقاتا سعيدة وممتعة ونرجو التكيف مع الأوضاع الجوية المتغيرة ودرجات الحرارة التي ستنخفض تدريجيا اعتبارا بعد ظهر يوم آخر الأربعاء وأجمل تحية لكم من طقس العرب النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك معه المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر كريم هايبر ماركت شاي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل شركة جميل بستامي وأولاده وكلاء إطارات بريتج ستون وفاير ستون في المملكة حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري بايولاب كابسولات قهوة الإسبريسو الفاخرة بالميو اشتركوا في القناة